السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض الفانوس الجميل دوا هو طبعا احنا اتفقنا ان انا هعمل لكم مجموعة فانيس بس انا كنت تعبانة يعني يارب نلحق اعمل لكم شاية فانيس الفانوس طبعا مش من اختراعي موجود على اليوتيوب بس انا طبعا هتلاقوني واخدة الجزء اللي فوق ده من فانوس والجزء اللي تحت واخدة من فانوس يعني مش بعمل الفانوس بنفس الشكل هو هو بحاول ان انا اقرب لكم يعني الحاجة اللي تكون يعني ابسط واسهل هنحتاج مع بعض عشان ننفذ الفانوس دوا بياخد اقل من شالة يعني بياخد حاجة بسيطة جدا من الخيط بجيبي الخيط اللي هو السلسلة انا هشتغل باللونين الابيض والفوشي هنحتاج مع بعض قبرة التنظيف والمقص وطبعا ولاع لان الخيط دايما بيبقى بينسل في الاخر فانت دايما كل ما تقطعي اي خيط لازم تعمليه بالولاعة وابراتكم مناسبة للخيط اللي انت شغالة به الفانوس ممكن تشتغليه باي خيط عندك اي خيط ممكن تشتغليه معكي بس خيط المكرمية او خيط السلسلة زي ده بيدينا الشكل اللي هو الجامد ده مش محتاجة انك انت تحشيه انا مش حشياه بالسواقفة هوا وثابت وتمامه زي الفل لو انت هتعمليه بخط عادي عندك اعمليه لازم يتحشي عشان يقف ويبقى تمام هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله ونبدأ نعمل مع بعض الفانوس ويا رب الشرح يكون كويس ويعجبكم اللي مبقى الحاجة دي ونرجع نبدأ مع بعض ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله ونبدأ نعمل الجسم بتاعي الفانوس الاول هنعمل عقدة البداية هنسيب شوية كده هنعمل عقدة البداية ونبتدي نعمل طول الفانوس اللي احنا عايزينه هنعمل مثلا نقول خمستاشر غرزة سبعتاشر غرزة زي ما انت عايزة الطول انت بتتحكمي فيه المسافة بنعملها في تناسك خلاص انت بتحتاجي الطول اللي انت عايزينه انا هنعمل سبعتاشر غرزة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستة عشرة سبعتاشر وهعمل غرزة ارتفاع تمام هبتدي بعد كده اول غرزة هعملها غرزة منزلق تاني غرزة هعملها غرزة منزلق هن منزلق هبدخلها كده وبسحب وبسحبها من الغرزة اللي على الابرة تمام اجي كده غرزتين بعد كده هعمل اجي غرزة حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر 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 واتنين الاول كده بقوا خمستاشر بقى عندي تنين في الاخر الاتنين اللي في الاخر دول اللي هما ستتاشر دي هنعمل فيها ايه غرزة منزلقة وبعدين غرزة منزلق تمام او كده خلصت السطر الاولين بعد كده هرتفع غرزة لها غرزة الارتفاع دي من نجدعوة بيها خالص وهبتدي اشتغل في الحلقة الخلفية دي غرزة الارتفاع من نجدعوة بيها هاجي اول غرزة هعملها برضو منزلقة وتاني غرزة هعملها برضو منزلقة هو الشغل باين معاكي وطالع ملوش يعني مش مفوش اي لخبطة ولا اي حاجة هدي بتدي برضو تعمليه غرزة حشو فوق غرزة حشو لغاية اخر اتنين اخر اتنين برضو هعملهم بنشتغل على الغرزة الخلفية بنعمل غرز حشو لغاية اخر اتنين اكمل السطر وارجع لكم نشوف هنعمل ايه خلصت السطر اهو واخر غرزتين بص شكلهم ببعمل ازاي ادي اول غرزة اهي هعملها منزلقة اهي اخر غرزتين في السطر بعملها منزلقة خلاص الغرزة دي برضو شايفين بتبقى هنا كده مدارية هنا كده تمام رحي داخلها فيها عشان تحفظي على الشكل بتاع الفانوس بتاعك اهو بتعمليه غرزة منزلقة تمام هرتفع ثاني سلسلة هعيد برضو معاكو نفس اللي احنا عملناه وهو هنفضل نمشي به لغاية ما نعمل حجم الفانوس ادي اول سلسلة دي احنا ارتفعها من نجدعوة بيها بدخل في اللي بعدها على طوب اللي هي تعتبر اول غرزة ببتجي اعملها غرزة منزلقة وبعدين اللي بعدها غرزة منزلقة وبكمل برضو كل ده في الحلقة الخلفية بكمل غرز حشو لغاية قبل الغرزتين اهو هنكمل استطر للنهاية قبل اخر غرزتين وهنعمل برضو منزلقة هنعمل المسافة الطول اللي هو الدوران بتاع الفانوس فالدوران دول لازم بقى فيه تناسق بين الطول وبين اللي انتي بتعملي هنرتفع بنفس الطريقة دي لغاية ما نكمل الدوران اللي احنا عايزينه ونرجع نشوف هنعمل مع بعض كده خلصت المسافة اللي انا عايزاها من المقاس الفانوس ممكن تعملي اصغر من كده اكبر من كده دي حاجة بقى ترجعلك انت بس اهم حاجة بقى فيه تناسق بين الدوران وبين الطول بتاعه عشان يبقى شكله حلو دي حاجة بترجعلك انت نظريتك انت والشكل اللي انت عايزاه عملت تثبيت وخلص هجيب قبل التنظيف وهبتدي اسبت الجزئين في بعض عشان نعمل الدوران بتاع الفانوس هجي كده احط الجزئين دول على بعض وهبتدي اعمل ايه هاخد الطرف بتاع الخيط اللي هي السلسلة من هنا انت شايفين عندنا طرف السلاسل ده وطرف السلاسل اللي هو الناحية التانية هنبتدي ناخد الجزئ ده مع الجزئ ده تمام اهو تمام اهو اخدت كده هاخد اللي بعدها على طول قصاد اللي بعدها على طول شايفين اهي اللي بعدها اللي بعدها على طول واهي اللي بعدها على طول هناخد كل اتنين قصد بعض مع بعض اهو كده هما تقريبا الدوران ده وانا حوالي 27 غرزة ودايما انت الدوران هتعمليه يقبل الاسم على ثلاثة هقولك لي دلوقتي في الخطوة اللي جاية لازم الدوران ده يقبل الاسم على ثلاثة انا عملاه 27 هيقبل الاسم على ثلاثة هنكمل السطر بنفس الطريقة هنكمل السطر يتقفلوا لغاية الاخر وارجع اقولكو هنعمل ايه كده خلصت التقفيلة هي اخر غرزة مع اخر غرزة وشايفين مفيش اي فرق بين الغرز خالص اهم حاجة التقفيل عشان الشغل بتاعك يبقى مزبوط خلاص هنسيب الخط ده زي ما هو كده بعدين بقى نقصره شيوم ما بنبقى شغالين هنيجي في الجزء ده خلاص احنا كده اللون ده وانتهى معنا هبتدي ادخل اللون التاني هجيب اللون الابيض هبتدي اشتغل على اول عمود عندي هنا هدخل كده هاخد معي اللي هو الخيط بتاع البداية الاصلي بتاعنا هحط الخيط الابيض كده وهبتدي اعمل غرزة سلسلة تمام انا مش هعتبرها غرزة اصلا السلسلة دي اهي تمام وهدخل تاني هدخل تاني واعمل غرزة حشو تمام ده اول غرزة هدخل على العمود البارز هدخل اعمل تاني غرزة هدخل على العمود اللي بعده وابتدي اعمل اول عمود يبقى زي ما انا قلتلكم انا شغالة على العمود البارز تمام مش شغالة على الفراغ ده انا بشتغل على العمود البارز ادي اول عمود فيها نفسها هعمل تاني عمود وبعد كده تالت عمود في نفس الغرزة وابتدي ارفع الخط كده وايجي عند اول عمود هنا هدخل تحت السلسلة دي كده واسحب الغرزة دي كده اسحبها بغرزة منزلقة انا كده عملت غرزة اللي هي غرزة الفشارة او كورة او شوف انتو عايزين تسموها ازاي خلاص وهعمل سلسلة وهبتدي ادخل في الغرزة اللي بعدها اعمل غرزة حشو تمام العمود اللي بعد وهعمل غرزة حشو والعمود اللي بعده هعمل برضو غرزة حشو شايفين الكرة دي اهي خلاص بعد كده هاجي على العمود التالت وهعمل خمس عواميه التاني بنفس الطريقة اجي عمود اتنين تلاتة عشان كده قلتلكم لازم العدد بتاع الدوران ده لازم يقبل الاسم على ثلاثة عشان كده بعمل غرزة اتنين حشو والتالتة بعمل فيها عمود دي اربعة ادي خامس عمود هعمله بنفس الطريقة هرفع كده الخيط شوية وهاجي عند اول عمود واسحب الغرزة اهو اصحبها كده واعمل غرزة سلسلة تمام وبعد كده في العمود اللي بعده هعمل غرزة حشو وبعدين العمود اللي بعده هعمل برضو غرزة حشو والعمود اللي بعده هعمل خمس عواميه بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها غرزتين البنبون دول تمام هبتدي هكمل السطر كله بنفس الطريقة غرزة حشو غرزة حشو خمس عواميه وبعدين بنلموهم على بعض بالطريقة ديت خلاص هكمل السطر كله بنفس الطريقة وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه تاني وكده كملت السطر اهو كده عندي تسعة كور اتنين اربعة ستة تمانية تسعة ده اخر واحدة في السطر هروح نزلة بها كده وعمل غرزة منزلقة لاني انا اخدها خلاص هدخل باللون التاني تمام اهو هبتدي اجيب اللون التاني هرجع لنفس اللون الاولاني وتنسيك الالوان برضو يرجعلك انت في الاول وفي الاخر غرزة الاخيرة جيلا احسحبها كده كيف نبدل اللون موجود فيه على القناة نفس يعني ازاي تبدلي اللون من غير ما يبقى فيه فرق في الايه هعمل كده غرزة منزلقة هشد الابيض ده كده شوية اخده معي شوية اخد معي اللون ده وابتدي اعمل طبعا الغرزة دي هعمل سلسلة ارتفاع ده مالوش اي لازمة مش مش بحسبه مع الغرز بتاعتي هاجي ادخل في اول غرزة هنا هو وابتدي اعمل غرزة حشو والغرزة اللي وراها على طول هعمل فيها برضو غرزة حشو واخد معي الخيط وانا ماشيا كده عشان ايه اسبته برضو هتفادع الغرزة اللي هي بتاعت الكورة ديت او البنبون وهدخل في الغرزة اللي بعدها على طول اعمل غرزة حشو ايه نحن عمدين غرزتين حشو وغرزة البنبون ديت فاحنا هنعمل غرزتين حشو وهنتفادع غرزة البنبون ونعمل غرزة حشو تمام اهو ادي غرزتين حشو وهتفادع دي واعمل غرزة حشو يعني غرزتين حشو وتفادع الغرزة التانية واعمل في غرزتين الحشو كده تقريبا بعمل التناقص وبتفادئ الغرزة دي خلاص انا مش موجودة معي خلاص الخيط خلي كده تمام هبتدي ادخل في الغرزة هدي اول غرزة هي هعملها حشو والغرزة اللي وراها هعملها حشو وهتفادئ الغرزة دي وهكمل لغاية السطر بقية السطر بنفس الطريقة هكمل السطر كله بنفس الطريقة ورجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه كده وصلت الاخر غرزة هنا هنه هون هبتدي اعملها بردو كدهه هبتدي انا تمام انا هبتدي اشتغل بقة داير ميدور مش هعمل اا مش هعمل اا سلسلة ارتفاع ولا اي حاجة زي شغل الامجرومي هدخل على طول هبتدي اعمل في الغرزة اللي بعدها على طول غرزة حشو هبتدي اسطر ده كله هعمله غرزة حشو بدون اي تناقص او اي حاجة. فوق كل غرزة غرزة. اهو فوق كل غرزة هعمل غرزة. لغاية نهاية السطر. هكمل السطر وارجع نشوف هنعمل ايه تاني. احنا كده هون بمتجي اللم للشغل. شايفين الكوار بقت برزة ازاي عشان احنا اتفادينا الغرزة بتاعتها فبرزت لبرا. تمام? هكمل السطر كله. عبارة عن غرزة حشو فوق كل غرزة وارجع نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. وصلت لاخر غرزة اهي. هعملها برضو غرزة حشو وهطلع على السطر اللي بعده. اخلي العلامة هنا زي ما هي اهي مش مشكلة انا كده كده عارف انا مشي ازاي. عايزة تفكيها فكيها عايزة تعملي بها امشي بها عادي. خلاص هنعد. واحد حشو. اتنين. تلاتة اربعة والخمسة هنعملها تناقص. فيه التناقص الخفي زي ما اتفعنا اهو كزا مرة انا وريته في كزا فيديو ليه فيديو لوحده. باخد السلسلة دي من هنا وباخد السلسلة اللي وراها وبعدين بطلع بيهم كده هو ده التناقص الخفي. ما بيبينش الغرزة بين الغرزة انها ما فيش اي تناقص فيها. تمام? هنعمل اربعة والخمسة تناقص اربعة والخمسة تناقص لغاية نهاية السطر. وصلت لاخر غرزة. وشلت العلامة بتاعتي. اهي العلامة. هعمل غرزة الاولانية دي. عبارة عن غرزة حشو اهي. واخد فيها العلامة بتاعتي. بعد كده هعمل فوق كل غرزة غرزة. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. لغاية نهاية السطر. مش هنقص في السطر ده حاجة. هطلع فيها كل فوق كل غرزة غرزة حشو. لغاية نهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. وهعمل برضو سطر حشو تاني بدون اي تناقص. هعمل سطر. فوق كل سطر. فوق كل غرزة. غرزة حشو. هرجع العلامة بتاعتي مرة تانية. وهبتدي اشتغل تاني سطر. فوق كل غرزة غرزة حشو. نفس الطريقة لغاية نهاية السطر. السطر ده هبتدي اعمل فيه تناقص. ادي اول غرزة. التانية. التالتة والربعة هعمل فيهم تناقص. ادي اول غرزة. اهي تاني غرزة بسحبهم مع بعض. كده عملت تناقص. ادي واحد. اتنين. والتالتة والربعة هعملهم تناقص. لغاية نهاية السطر. كده السطر اللي جاي ده انا هعمله عبارة عن غرز حشو بس بدون اي تزايد او تناقص. فوق كل غرزة غرزة. طبعا اللي بدأت يضيق الجزئية اللي فوق دي. فهيبقى الشغل صعب قدام الكاميرا. فانا هكمل السطر عبارة عن غرزة فوق كل غرزة غرزة. لغاية ما هكمل السطر وارجع له. كملت السطر. السطر ده هيبقى غرزة حشو وغرزة تناقص. بعد كده السطر اللي بعده هيبقى تناقص. وهيتقفل الجزئية اللي فوق دي. هكملهم لان طبعا الشغل بيبقى صعب قوي هنا هون قدام الكاميرا. هكملهم يعني السطر ده هيبقى واحدة حشو واحدة تناقص. واحدة حشو واحدة تناقص لغاية نهاية السطر. كده خلصت السطر اللي بعده وبدأت اعمله آآ كله تناقص. لغاية ما قفلت الجزئية دي. فانا اعملها غرزة آآ آآ منزلقة. هبتدي اسحب الخيط. بعد كده هجيب ابرة التنظيف. بقى ابتدي ادخل الابرة الشغل كده الجوه. تمام. وممكن تقليبي الخيط. تقليبي بقى الشغل كده من هنا. اهو. تقليبي الشغل من جوه كده. وتبتدي تنظفي الخيط اللي جوه. تمام. اهو. انا اقلب كده. تمام. بعد كده. ادخل بشكل عشوائي زي ما تعلمنا في تنظيف الخيط كده. اهو. تدخلي بشكل عشوائي. عشان تسبتي الخيط بتاعك. تمام. اهو. بسبت الخيط. وهقصه كده. تمام. لكن الطرف لازم يتعمل بالولاعة. عشان. وبرده مش حرق جامد عشان ما يبانش في في الشغل يبقى شكله مش حاجة. وبكده احنا نبقى خلصنا الجزء اللي فوق بتاع الفانوس. وكده الفانوس عندنا شايفين هو مش محتاج انك تطبقيه وتعمليه. هو هو مش محتاج انك انت تحشيه حتى. وبيرجع تاني زي ما كان. خلاص. هنبدأ مع بعض نعمل القعدة بتاعة الفانوس. كده هنبدأ مع بعض نعمل الجزء اللي هو القعدة بتاعة الفانوس. هنبدأ مع بعض. اشتغل انا كم سايبة جزء طويل اهو فهاشتغل بيعادي وبعد انا بقى وصلوه تاني لو احتاجت. اه اول حاجة بدخل كده. باشتغل بقى في الفراغ. المرة اللي فاتت انا كنت شغالة على اللي هو الجزء البارز. انا المرة دي هشتغل على الجزء اللي هو بتاع الفراغ. هعمل اول سلسلة. خلاص. وهدخل تاني اعمل غرزة حشو. اول سلسلة دي انا ما بعتبرهاش ارتفاع. بعتبرهاش اي حاجة خالص بمجرد ان هي مجرد غرزة اه ارتفاع عادي. بعد كده بادخل في الفراغ اللي بعضه وعمل غرزة حشو. وهدخل في الفراغ اللي بعضه وعمل غرزة حشو. لغاية نهاية السطر. كل ده انا شغالة فين شغالة في اللي هو الجزء اللي هو اللي داخل لجوه ده. اهو انا بشتغل فيه باخد معي الخطين على طول عشان ما بقاش فيه فراغ واسع وشكل الغرزة مش حلو. تمام? اهو اكمل لغاية نهاية السطر بغرزة حشو. اكمل السطر بنفس الطريقة ونرجع نشوف هنعمل مع بعض ايه. خلصت السطر عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة غرزة حشو. هبتدي ارتفع سلسلة. انا طبعا عملتم منظلقة. هبتدي ارتفع سلسلة وبعدين هعمل غرزة في نفس الغرزة. انا مش بعتبر اول ارتفاع دول غرزة. هبتدي اري اشتغل ادي غرزة. اتنين تلاتة. في الغرزة الرابعة هعمل غرزة تناقص يعني هعمل تلاتة حشو وغرزة تناقص. تناقص زي ما قلنا ناخد الطرف الامامي والطرف الامامي. ونبتجي نشتغل. خلاص اجي غرزة. اتنين تلاتة. وبعدين هعمل غرزة حشو. اهي هو الامامي والامامي من الغرزة اللي بعدها وباسحبهم مع بعض. دي غرزة التناقص. هبتدي اكمل السطر لغاية النهاية عبارة عن تلات غرز حشو وغرزة تناقص. خلصت السطر وشايفين بدأت الجزئية هي تلم على بعضها يديك الشكل البومبيغ اللي احنا عايزينه. تمام هبتدي بعد كده السطر اللي جاي دون هعمله كله عبارة عن غرز حشو. هعلم كده اول غرزة. هي طبعا اول غرزة هي باينة اصلا. تمام هبتدي ارتفع السلسلة زي ما قلنا. وهدخل في نفس الغرزة اعمل غرزة حشو. وهبتدي كل السطر هعمله فوق كل غرزة غرزة. فوق كل غرزة حشو غرزة. اهو. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. لغاية نهاية السطر. هكمل السطر. شوف هنعمل ايه? خلصت السطر ووصلت للنهاية عملت غرزة ممزلقة. هبتدي اعمل غرزة ارتفاع. وهدخل اعمل غرزة حشو. طبعا السطر بيبقى باين لما بعمل غرزة ارتفاع السلسلة بيبقى باين السطر. بعد كده هعمل غرزة اجي التانية. التالتة. والربعة هعمل فيها تزايد. يعني هعمل غرزة. الثانية في نفس المكان. اهو. اول غرزة حشو. اتنين. تلاتة. وفي الرابعة هعمل غرزة تزايد. استطر ده كله بالشكل ده هيبتدي ثلاث غرزة حشو. غرزة تزايد. ثلاث غرزة حشو. غرزة تزايد لغاية نهاية السطر. والقعدة على فكرة ممكن تعمليها باي لون تاني حسب ما انت عايز. انا حبيت ان انا عمشي بلون واحد. اه حسيته هيبقى شكله قلطف واحسن. في الاخر هنعمل حلية بيدة في الاخر. اه حسب الالوان زي زوق انت زي ما انت عايز. هكامل السطر وارجع. خلصت السطر. عملت غرزة من منزلقة. هرتفع سلسلة وهدخل في نفس المكان. اعمل غرزة حشو. السطر كله هيبقى عبارة عن غرزة حشو. فوق كل غرزة. غرزة حشو. غرزة حشو. فوق كل غرزة لغاية نهاية السطر. خلصت السطر. بس حبيت اواريكو ازاي باعمل المنزلقة عشان الشغل يطلع زي بعض وكده ما يبقاش فيه اه اللي هو القفلة بتاعت الشغل دايما فيه ناس كتير بتشتكي منها. انا عملها في شعر حليها منفصل على القناة بس قلت نشوفها بالمرة مع بعض. خلاص انا كنت عاملة سلسلة وطبعا السلسلة دي انا ما حسبتهاش. فبدخل في الغرزة دي. اهي. تمام? فباسحب وبعمل غرزة منزلقة. فبالتالي الشغل كله بيجي شكل واحد. ما فيش اي فواصل. هبتدي ارتفع سلسلة اللي هي اللي انا ما بعملهاش حساب. تمام? وبعد كده بعمل غرزة حشو. تمام غرزة. اتنين. تلاتة. اربعة. وفي الخمسة هنعمل تزايد. تزايد يعني غرزتين في غرزة واحدة. هكمل السطر بنفس الطريقة. اربعة غرزة والخمسة في غرزة اتنين. تلاتة. اربعة. وفي الخمسة هنعمل التزايد بتاعي. هكمل السطر بنفس الطريقة. اربعة غرز والخمسة فيها تزايد. هكمل السطر وارجع لكم. تخلصت السطر هبتدي ارتفاع سلسلة. وعمل السطر ده كله عبارة عن غرزة حشو فوق كل غرزة غرزة حشو. بدون اي تزايد او تناقص. معلش لو الدرة اللي موجود في الفيديو ده. لاني انا معلش عندي جلطة في رجلي. فمضطرية ان انا نعود على السرين. انا اصف خالص. يا رب يكون الشرح بوافي. فادعولي بس ربنا يشفيني يا رب كل اللي بيتعلم حاجة مني. ادعيلي ربنا يشفيني. فمعلش لو الدرة دوا ميدايقكم. هحاول ان شاء الله اشوف يعني اعدة تانية غير اللي انا اعدها دي عشان الدرة ده ميدايقكمش ان شاء الله في المرة الجاية بازن الله. انا عشان كده اتأخرت عليكم في الفيديوهات بتاعت الفوانيس كان مفروض ان انا هنزلكم مجموعة فوانيس بس الاسف كنت تعبانة. فان شاء الله نلحق انزلكم حاجة تانية بازن اللي جاي. دعوتكم بس ربنا يشفيني. وبعتذر برضو عن الدرة اللي موجودة لغاية ما نشوف له حل. تمام هكمل السطر كله الاخر وارجع لكم تانية. كده خلصت السطر بدون اي تزايد او تناقص. وهتجي ارتفع سلسلة. وبعدين هدخل في الغرزة اعمل غرزة حشو. وبعدين اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وفي الغرزة السطر هنعمل التزايد. والتانية في نفس المكان. هنعمل ست غرز. حشو. وغرزة تزايد. ادي اول الغرزة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. والستة هنعمل فيها التزايد. هنكمل السطر بنفس الطريقة. خمسة حشو والستة تزايد. خمسة حشو والستة تزايد. خلص السطر اللي هو بتاع اي خمسة حشو والستة تزايد. هعمل غرزة سلسلة. وبعدين غرزة الحشو في نفس المكان. وبعدين هعمل هزود بقى برضو. يعني مش هعمل سطر حشو. ادي اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وفي الغرزة السبعة هنعمل التزايد. بقى كده انا السطر ده هزود فيه في الغرزة السبعة. تمام? هكمل السطر وارجع لكم تاني. كده خلصت السطر اللي هو ستة والسبعة تزايد. هبتجي اعمل اي ده يعتبر اخر سطر. فانا بالتالي هروح اعمل كده وهسحب بقى اللون التاق الاخير دون عشان اعمل به حلية في الاخر. وممكن بقى تعملي عواميد وغرزة منزلقة عواميد وغرزة منزلقة. بس انا هعمل اللي هي الحشو المقلوبة. هبتجي اعمل غرزة حشو اهو في نفس المكان. وابتجي اعكس الشغل هعمل ازاي اهو هارجع كده بالعكس. هدخل في الغرزة اللي على طول. واعمل غرزة حشو. تمام? والغرزة اللي بعدها شايفين? اهو برجع فيها غرزة الحشو. بعمل غرزة حشو بس بشكل معكوس. تمام? اهو غرزة اللي بعدها اهو. بمشي كده بشكل معكوس. بيديني حلية شكلها جميل للطرف الخلفة بتاع الشغل بتاعي. تمام اهو. راب تكون واضحة. تمام? اهو. برجع كده الغرزة اللي بعدها. اهو. غرزة الحشو. وبعدين الغرزة اللي بعدها وهكذا لغاية ما نخلص الاطار بتاع الفانوس. شايفين? اهو. بتدينا الشكل اللي اللي بيدوام شكلها بيبقى جميل. خلاص اهي كده. يبقى شكلها حلو. حتى الفانوس لو عمل منك كده بتقدر تزبطي لانه هو مش محتاج حشو. لو انت اشتغلت بخيط عادي. هتحتاج ان كنتي تحشي فايبر. تمام? لكن كده احنا مش هنحتاج نحشي فايبر مجرد ما نخلص ونعدل و هيتعيدل معنا على طول. هكمل السطر ونرجع نشوف هنعمل السلسلة اللي فوق ديت ازاي. وكده خلصت القعدة باللي قلنا بالورزة الحشو الحلزونية. شايفين شكلها ازاي. تمام? هبتدي بقى نعمل السلسلة اللي هي اللي هتمسك الفانوس. وزاي ما اتفقنا هو مش محتاج ان احنا نحط فيه حشو او اي حاجة. عايزة تحشي برضو حاجة ايه ترجع لك. هبتدي اخد اللونين اللي انا شغلا بيهم. وعمل بيهم السلسلة بتاعت. هاخد اللونين مع بعض بالشكل ده كده. خلاص هسيب بس جزء شوية طويل. خلاص كده. وابتدي اعمل غرزة ايه. عقدة بداية. هسيب مسافة كده. وعمل عقدة بداية. هاخد مع بعض اللونين بالشكل ده. اهو. عقدة البداية برضو الشرح بتاعها موجود على القناة. خلاص انا عملت عقدة البداية. هبتدي اجيب اللون اللي ها الفوشية. احطه كده فوق. واخد الابيض. اعمل بيه الغرزة بتاعت. تمام? بعد كده هاجيب اللون الابيض احطه قدام الخيط قدام الابرة. وارفع اللون الفوشية. اسحب بيه الغرزة بتاعت. تمام? بعد كده اجيب اللون الفوشية. احط اللون الابيض. واسحب باللون الفوشية. تمام? اهو. انا طلعت باللون الفوشية. خلاص. يبقى انا هحط اللون الفوشية قدام الابرة. وهسحب باللون الابيض. تمام? اهو. وبقى انا كده معي على الخيط على الابرة. اللون الابيض. يبقى الابيض هو اللي هيجي مع الابرة. وارح واخد اللون التاني. وعمل بيه الغرزة بتاعت. تمام? بعد كده هحط اللون اللي هو الفوشية. وهاخد الغرزة باللون الابيض. خلاص اهو. شايفين? هبتدي اعمل اللون الابيض مع الغرزة. وهاخد اللون التاني. تمام? مسلا ما سبت الشغل. ومش عارف انا فين دلوقتي. فبروح اعمل ايه? انا ايه اللون اللي عندي? لون الفوشية. يبقى انا كده اللون الفوشية هو اللي هيجي قدام. فوق الابرة. وارح واخده اللون الابيض سحبه بيه. تمام? وارح حط اللون الابيض وسحبه اللون الفوشية. عايزة تعملي بقى سلسلة عادية. بس دي بيبقى شكلها جميل في الاخر. وتبيو اخدى اللونين مع بعض فبشكلها بيبقى احلى. اهو هنسحب كده. حط اللون الابيض. واسحب باللون الفوشية. لغاية ما اعمل الطول اللي انا عايزة. شايفين? شايفين شكلها بيبقى جميل ازاي ومبرومة وشكلها احيلا. تمام? هعمل الطول اللي انا عايزة وارجع لكم. هكتفي بالطول اللي انا عايزة دول. خلاص. وهبتدي اقطع الخيطة اقصوا. تمام? الطرف بتاعه زي ما تعودنا برضو. هنعمل كده. على خفيف خالص يا دوبك بس ان احنا مثبته عشان ما يتنسلش. خلاص? اخر غرزة معانا برضو هنطلع بالل اتنين. انتي ممكن تعملي كل الشغل كله بالل اتنين مرة واحدة ما فيش مشكلة. بس هنا بصي شكله ببقى جميل ازاي? تمام? هنيجي بعد كده. اهي عندنا الجزئية اللي فوق بتاعت الفانوس. هندخل مسلا من هنا كده. من اي مكان زي ما تحبي. من هنا كده. اهو. خلاص. واطلع من هنا. الناحية التانية اللي قصدها على طول. وابتدي اسحب. اهو. شايفين دخلت بالابرة. هبتدي اسحب. الختين مع بعض. ايسحبي خط الواحد واسحبي خط الواحد وما فيش مشكلة. اهو هنسحبهم كده. نبتدي نسحب الشغل كله. اهو. خلاص. تمام? هيخد الختين وابتدي اعقدهم عودة. حدية خالص. اهو. شدتهم دامد. عشان ما يتقطعوش. عشان لو بلاب بهم ولا حاجة. ما ايه. ما يتفكش. تمام? وبردو. هاقص كده. وهاجي على الطرفين بردو. وعملهم بالولع. كده. بقرب بقرب بقرب. اهو. خلاص. تدخل العودة. من جوه الشغل. ستسحب العودة. تبقى جوه الشغل. واجه معنا. كده الفانوس. كامل معنا. صرت طبعا موجودة في اول الفيديو. مش محتاج انه هو. هو اهو تمام. مش محتاج انه هو. ان احنا نحشي او نعمل في اي حاجة. يارب الشرح يكون عجبكو. واتكونوا استفدتوا. وكل سنة وانتوا طيبين. وربنا يعود عليكم رمضان بالخير. ان شاء الله يا رب دعوتكم. اه وان شاء الله نتقابل في شغل جديد. وحاجة جديد على القناة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.